التقى الأستاذ علي الكثيري رئيس الجمعية الوطنية إدارة ولاعبي فرق كرة السلة بنادي سيئون الرياضي على هامش مشاركة النادي في بطولة الدورية العام للكرة الطائرة المقامة بالعاصمة عدن وخلال اللقاء أكد الكثيري أن المجلس الانتقالي يولي اهتماما كبيرا بشريحة الشباب والرياضيين وتقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء بالرياضة وتشجيع الشباب على مستوى الجنوب مشيرا إلى بدل الجهود لتدليل كافة الصعوبات أمام النادي والانخراط في كافة الأنشطة والبرامج الشبابية الرياضية المختلفة